فكرة تربية الديدان في المطبخ لتناولها لاحقاً قد لا تلقى أعجاب أحد لكنها تثير حماسة شابتين من النمسا تريدان إنقاذ الكوكب بواسطة الجهاز الذي ابتكرتاه والذي يسمح بإنتاج هذه البروتينات المستدامة في المنازل وفي وسع هذا الجهاز الأبيض الذي أطلق عليه اسم قفير الطاولة أن ينتج حوالي 500 جرام من ديدان الضقيق في الأسبوع الواحد وقد تستهلك هذه الديدان مقلية أو تطحن طحيناً تضعونها في الثلاجة ويصبح من الممكن استهلاكها مثل أي نوع آخر من اللحوم مطبوخة أو المشوية داخل البرغر وقد انتقلت الشابتان إلى الصين للإشراف على صناعة المنتج وهما حشدتا حوالي 150 ألف يورو بفضل حملات تمويل تشاركي وبعتا بالاستناد إلى الطلبية المسبقة 200 جهاز بسعر 459 يورو الواحد وبات اليوم استهلاك الحشرات يلقى رواجاً في أوروبا وأمريكا الشمالية حيث تقدم بعض المتاجر والمطاعم الرائجة ديداناً مجففة وجراداً مشوياً وعقارب مقلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر